السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار مسيرة مساء اليوم نبدأها بالعناوين قرار مفاجئ من عماد النحاس بعد ترشحه لمنصب مدير الكرة في النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بارتس في دوري أبطال أفريقيا وباريس سانجرمان يغازل الأهلي قبل كأس العالم للأندية وقرار تاريخي من الخطيب في الأهلي إكراميات وعمولات وتفاصيل مصروفات ميزانية الزمالك بعد نهاية العام المالي وفي البداية من يساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة دخل عماد النحاس نجم الأهل السابق تائرة الترشيحات لتولي منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي بعد قرار محمد رمضان المدير الرياضي في النادي بتعيين مدير كرة جديد في الفريق نظرا لانشغاله في عدد من الملفات وقد أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك أكثر من مرشح للمنصب إلا أن عماد النحاس يظل على رأس هؤلاء المرشحين في ظل ترحيب مسؤول الكرة داخل أروقة الأهلي بتعيينه مديرا للكرة في النادي الأهلي والاستفادة من خبراته كونه أحد أبناء النادي الذين لم يحصلوا على فرصة للعمل داخل النادي من قبل من جانبه كشف مصدر مقرب من عماد النحاس عن موقفه من تولي منصب مدير الكرة في الأهلي خاصة أنه عمل مديرا فنيا طوال مسيرته السابقة أكد المصدر ورفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة أن عماد النحاس يوافق على العمل في منصب مدير الكرة لكن داخل النادي الأهلي فقط ولن يقبل هذا المنصب في أي مكان آخر كما أوضح المصدر أن عماد النحاس يعتبر نفسه من أبناء النادي الأهلي ولا يمانع تولي أي منصب داخل الجهاز الفني في الأهلي خلال الفترة المقبلة وذلك للمشاركة في إنجازاته وقد فاضل مسؤول الأهلي بين أكثر من اسم لتولي منصب مدير الكرة إلا أن عماد النحاس حصل على أغلبية الأصوات في تولي المنصب داخل أروقة القلع الحمراء وأخذ نصيبه من التأييد من معظم أعضاء مجلس الإدارة الأهلي على موعد مع مباراة في دوري أبطال أفريقيا مباراة قوية أمام أورلاندو بيرتس حيث ينتظر المارد الأحمر هذه المواجهة القوية في بطول الدوري أبطال أفريقيا الذي يحمل لقابها في آخر النسختين ويلعب الأهلي مع أورلاندو بيرتس الساعة الثلاثة عصري هم سبعة من ديسمبر 2024 بتوقيت القاهرة وأربعة بتوقيت السعودية في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على استاد أبي جان أربعة اثنين في الجولة الأولى يوم السلساء الماضي وقد تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد تخطي جرماهي الكيني في دور الاثنين وثلاثين وثم حقق الفوز في الجولة الأولى وأصبح رصيده من النقاط في دور المجموعات سلاس نقاط ويتطلع الأهلي بقيادة مارسل كولار بالعودة من جنوب أفريقيا مع مواجهة أورلاندو بيرتس بتحقيق نتيجة إيجابية هناك أما عن بطولة كأس العالم للأندية فباريس سان جرمان يغازل الأهلي قبل كأس العالم فقد غازل نادي باريس سان جرمان الفرنسي مساء اليوم النادي الأهلي قبل بدايات منافسات كأس العالم للأندية 2025 المرتقبة على أراضي دولة الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريق حيث كتب أو نشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جرمان صورة عبر الفيسبوك تجمع ست لاعبين على رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي رفقة سالم الدسري لاعب الهلال السعودي والبرازيلي مارك نيوس مدافع الفريق الفرنسي وعلق الحساب الرسمي لنادي باريس سان جرمان قائلا كأس العالم للأندية يجمعنا يومان على القرعة في غاية التشوق لمقابلتكم ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أربع أندية عربية آخر وهم الهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي هذا وقد اتخذ محمود الخطيب قرارا بفرض غرامة مالية على أي لاعب يخرج عن النص تجاه نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وقد أبلغ محمود الخطيب الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ومدير الكرة استياءه الشديد من لجوء عدد من اللاعبين إلى قصف الجبهات بالإشارة إلى التقليل من نادي الزمالك وهو ما رفضه الكابتن محمود الخطيب شكلا وموضوعا مطالبا الجميع بالانضباط داخل الفريق ويجري محمد رمضان المدير الرياضي أعديلات كبيرة على اللائحة الخاصة بالفريق سواء الخاصة بالمكافآت أو بالعقوبات انتظارا لاعتمادها بالمجلس إدارة النادي الأهلي ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة دور أبطال أفريقيا إكراميات وعمولات وتفاصيل مصروفات ميزانية الزمالك فقد تضمنت ميزانية الزمالك المخصصة لقطاع كرة القدم في النادي للعام المنقضي وجود مصروفات نتج عنها زيادة في العجز فقد جاء بعد ارتفاع إجمال المصروفات بقطاع كرة القدم من 351 مليون جنيه وتسعمية ستة وتسعين ألف في عام تلاتة وعشرين إلى سبعمية اتنين واربعين وتسعمية واحد وستين ألف في العام الماضي وشهدت مصروفات نادي الزمالك وجود العديد من البنود التي أظهرت سببا رئيسيا في زيادة عجز الميزانية فقد جاءت بنود المصروفات والبالغة سبعمية اتنين واربعين مليون واستعمية واحد وستين ألف بميزانية نادي الزمالك استهلاك أصول وعمولات وكلاء لاعبين خمسمية تسعة وعشرين ألف ومئتين إكراميات ونسريات متنوعة تسعمية تلاتة واربعين ألف ومئة وسبعين وأيضا هناك مصروفات إعارة وشراء لاعبين أربعين مليون مصروفات قضايا دولية تسعة وثلاثين مليون ونص سفريات وانتقالات وبدلات تسعة وثلاثين مليون مرتبات وإداريين ومدربين اتنين وعشرين مليون مكافآت عشرين مليون جزاءات وغرامات تلتمية تسعة وستين ألف ويظهر وضوح وجود عملاء لوكلاء اللاعبين خلال العام المنقضي وتواجد داخل الميزانية عن العام المالي وجود بند إكراميات ونسريات متعلق بقطاع كرة القدم فقط بلغت مصروفاته تسعمية تلاتة واربعين ألف هذا وقد أنفق نادي الزمالك تسعة وثلاثين مليون كمصروفات قضايا دولية لقطاع كرة القدم في ظل وجود نزاعات قضائية مختلفة يخوضها نادي الزمالك بالمحاكم الدولية الرياضية في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته